في منشورات ألقتها طائرات حربية فوق مدينة القصير دعا الجيش العربي السوري أهل المدينة إلى مغادرتها حرصا على سلمتهم بحسب ما أفاد مصدر عسكري سوري لوكالة فرانس بريس وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إن منشورات ألقيت فوق القصير تدعو السكان إلى مغادرة المدينة وفيها خريطة لطريق آمن يمكنهم من خلاله إخلاؤها لأن الهجوم على المدينة بات قريبا وتطلب المنشورات من المسلحين داخل مدينة القصير الاستسلام للجيش السوري وتعد القصير مع مدينتي الرستن وتلبيسة من آخر معاقل مقاتلي المعارضة في ريف حمص وفي وسط العاصمة دمشق تمكنت وحدات الجيش النظامي والقوى الأمنية من إحكام السيطرة على شارعين فرعيين في حي الميدان وبذلك يصبح الحي كله تحت سيطرة الجيش العربي السوري الذي اعتقل عدد من المسلحين فيما قتل آخرون أثناء المواجهات بعدما طلب من المدنيين إخلاء الحي مصادر المعارضة أفادت عن قصف الجيش النظامي بعد أحياء حمص فيما استهدف الجيش الحر فرع الاستخبارات الجوية في حلب وأفاد المركز الإعلامي السوري إن الجيش الحر تمكن من قتل العميد طلعت محمد محفوظ قائد سجن سيدنايا وأسر مدير مكتبه وعدد من مرافقه قامت عناصر سريط الخضر للمهام الخاصة التابعة للهواء الصادق الأمين نصب كمين للمجرم العميد طلعت محمد محفوظ قائد سجن سيدنايا أدى إلى قتل العميد المجرم طلعت وبعد مرافقه وأسر مدير مكتبه المساعد أول إبراهيم دريس سياسيا وفي ختام مباحثاته مع رئيس الحكومة البريطاني ديفيد كاميرون في منتجع سوتش جنوبي روسيا أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حرصه وضيفه على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها كدولة نؤكد حرصنا المشترك على ضرورة الوقف السريع للعنف في سوريا وإطلاق عملية التسوية السلمية والحفاظ على سوريا كدولة موحدة الأراضي وذات سيادة لا يخفى على أحد أن وجهتين نظرنا مختلفتان لكننا نتحد في هدف أساسي وهو وضع حد للنزاع ومنح الشعب السوري إمكانية اختيار حكومته بدوره أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا لا تنوي توقيع عقود سلاح جديدة مع سوريا وأنها تنتهي من توريد السلاح الدفاعي لها وفق العقود المبرمة سابقا وفي سياق متصل تناولت صحيفة للموند الفرنسية زيارة وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إلى موسكو وإعلانه ونظيره الروسي سيرجي لافروف عقد مؤتمر دولي حول سوريا وانتقدت الصحيفة ذهاب كيري بعيدا في تنازلاته أمام موسكو عندما قال إن المطالبة بتنحي بشار الأسد كشارت مسبق للمفاوضات أمر لا يعود إليه ما يعني بحسب الصحيفة تراجعا مهما بالاستناد إلى الإعلان المشترك الصادر في شهر آب أغسطس عام 2011 عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والذي طالب بالاستقال الفورية لديكتاتور دمشق بحسب وصفهم وفي مقابلات مع قناة الإخبارية الأمريكية أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن قوات الرئيس السوري بشار الأسد أطلقت صواريخ تحمل أسلحة كيمائية على خصومه متجاوزة بذلك الخط الأحمر الذي حدده الرئيس الأمريكي باراك أوباما منذ فترة طويلة إلى ذلك أعلنت الفلبين رغبتها في سحب جنودها العاملين ضمن قوة حفظ السلام الدولية في هضبة الجولان السورية المحتلة في أسرع وقت بعدما خطف مسلحون أربعة منهم الثلاثاء الماضي من موقع مراقبة في هضبة الجولان المحتلة